اشتركوا في القناة ممكن يختاروا شكلهم ودلوقتي كل الناس في الشارع شباب وحلوين الجريمة والمرض قالوا بسرعة والمجتمع بدأ يخسر الكراهية لكن في مجموعة من الناس اسمهم الدريدز شايفين ان البدائل دي زي العيشة في كتبة فبيحربوا استخدام البدائل وعايشين في منطقة عزلة صغيرة قائدهم معروف باسم المتنبي ودايما بيعمل بث مباشر بيطلب من الناس يسيبوا الكراسي وراهم وفي ليلة في المدينة واحد غاني راح لنادي ونطف وسط الجمهور وبعدين غازل واحدة وبعدها شقاطها وخدها الحتة فاضية في اللحظة دي شخص غريب ظهر وكهربهم وخرب البدائل قبل ما يهرب بسرعة القاتل ساق بسرعة خلت عربية تتقلب وتتحطم وبعد لحظات وصل عملاء لما كان الجريمة وظابط قال لهم ان الضحية الراجل مش مسجل كبديل لكن الست مسجلة بس صاحبها ما عملش اي بلغات وعيون البدائل اتحرقت وشريحة الزاكرة في الراجل اتحرقت بس جارير اخدها علشان يحللها بعدين العملاء دخلوا شقة صاحب البديل الست بس لقوه ميت ومناخله بتنزف ولما فحصوا الكنترول اكتشفوا ان اخر حاجة البديل الست شافتها كانت عيون شركها وهي بتتحرق قبل ما البث يتقطع بعد كده جارير راح بيته وشرب كباية مياه لنفسه واكد انه كمان بيستخدم بديل وان الروبوت البديل راح يركن نفسه في الدولاب جارير الحقيقي ساب الكرسي ودخل قدرة الاولاد وقاعد يبصوا الصورة ليه مع مراته وابنهم بعد كده راح يشوف مراته ماجي واللي كانت بتكلمه عن طريق البديل بتاعها جارير كان عايز ياخد اجازة من غير ما يستخدم الاجسام الروبوتات وكان عايز يسافر بجد كمان قال انهم ما كانوش مع بعض بجد من فترة بس البدائل بتاعتهم هي اللي بتقابل بعض وماجي قالت ان كده احسن وتاني يوم الصبح طلب لأ وجارد ميت ومتغطي بالدم مع الكرسي بتاعه يعني هو كان الشخص ورا البديل الراجل المتضمر بعد لحظات مدير جارير اندرو شارك التفاصيل مع العملاء اتنين ماتوا بسبب هجوم استقبلوه بواسطة البدائل بتاعتهم وبعدين جارير وبيترز فحصوا الفيديوهات من ذاكرة البدائل ولاحظوا راجل مع سلاح فاستنتجوا ان دا يمكن يكون اتى المتعمد وبعدين جالهم مكالمة بتقولهم ان جارد كان ابن ليونال ابو البدائل وشركته اسمها VSI واحدة من اكبر الشركات في العالم لكن ليونال اضطرد من شركاءه تقريبا من عشر سنين ومن زاعتها ليونال كان منعزل والعملاء يدوب لقوا مكانه وراح يزوروه واستقبلهم واحد من بدائل ليونال واللي شرح انه دايما كان بعيد عن جارد وكمان ادالوا واحد من بدائل لما راح الكلية على امل ان داي ساعدهم يقربوا من بعض وبيترز سأل كتير من الاسئلة واللي خالت ليونال لتعصب فجارير حاول يهديه وازهر تعاطف لانه كمان خسر ابن ولما جارير سأل لو حد عايز يأذي ليونال او جارد ليونال فهم ان القاتل كان بيحاول يوصل ليه وما كانش عارف ان البديل تحت سيطرة جارد وفجأة البديل اتقفل وليونال ظهر قاعد على كرسيه وهو بينهار لانه تسبب في موت ابنه وبعد كده جارير وبيترز راحوا الفي اس اي وسأل الممثلين عن الناس اللي بيموتوا لما بدائلهم بتتدمر الممثلين دول الدايقوا حلفوا من البدائل فيها حماية علشان تتجنب كل المشاكل دي بعدين العملاء وروا الشريحة المحروقة لمهندس واللي فحصها كويس وشرح ان الحاجة الوحيدة اللي ممكن تتسبب في كده هي ان لو كل الدوائر يتحرقت في نفس الوقت كمان ورهم انهم مؤخرا استلموا شاحن البدائل من الجيش من غير عدساتهم ولا شرايح الهوية بتاعتهم العملاء بعدين راحوا لمعسكر عسكري في مجموعة من الجنود البدائل بيستخدموا البدائل علشان يحربوا في حرب بعيدة لما بديل بيتضمر بطلقة الانسان اللي بتحكم فيه بيرجع تاني بواحد جديد وعقيد قال العملاء ان الاسلحة اللي الجيش بيستخدمها ما بتأثرش على الناس اللي بتحكموا فيها كمان قال ان الجيش بيشيل اجزاء معينة علشان يحتفظوا بها للتحليل وبعد كده في القسم بيترز اخيرا عرفة الراجل اللي مع اسلح اسمه مايلز واحد ما بيستخدمش بدائل وبعد شوية فني اسمه بوبي واللي كمان ما بيستخدمش بديل قال لهم ان القسم المراقبة لقى مايلز عن طريق الاف بي اي واللي عندهم صلاحية وصول لكل بث البدائل في المدينة بيترز فضلت مع بوبي يتابع حركات مايلز وجارير استعجل ينضم لفريق المطاردة فجأة انطلق انذار وبوبي شاف راجل بيأزي ستة في فندق فاستخرج توكيل فصلة علشان يقفل البدائل دول بيترز اتصدمت لما عرفت ان ده ممكن يتعمل وسألت عن الاخلاق والقانونية ورا كده وخايف ان البرنامج يقع في ايد غلط وفي نفس الوقت مايلز ركب عجلته وسط المدينة والعساكر بتجر وراه بالعربيات وجارير ماشي وراهم بالهيلوكوبتر العجلة خلت مايك يعمل حركات جرونية ويمشي في اماكن ضيقة علشان يكسب ميزة اكتر بس في الاخر تحاصر وخبط في زقاء وخلى الشرطة تحوطه على طول مايلز فاجأة طلع سلاح وضرب الزباط بموجة كهرباء خلت البدائل تتشنج وعيونهم تطلع برا بعدين ضرب الهيلوكوبتر فجارير فصل نفسه بسرعة والطيار الضرب بالكهرباء وده خلى الهيلوكوبتر يبدأ يدور وينزل ومايلز بسرعة راح لمستوطنة الدريدز بس الهيلوكوبتر وقع عليها في اللحظة دي جارير رجع في بديله وخبط في منطقة الدريدز كمان الحمد لله خرج بس ايده مكسورة وعلى طول راح ورا مايلز بس لما الدريدز شافوا ان فيه بديل في منطقتهم اتعصبه وبدأوا يجروا ورا جارير كمان وهم بيجروا في اقسام مختلفة من العشوائيات مايلز حاول يستخدم سلاحه تاني بس ما كانش شغال وعلشان يكسب الافضلية جارير نط وتسلق على هيكل مختلفة وتخبط بعربية في العملية وبما انه ما بيحسش بألم فاستمر يمشي لحد ما اخيرا قدر يحاصر مايلز ويطلب منه السلاح مايلز اداله شنطته بس قبل ما جارير يفتحها فجأة ضرب بالرصاص ومايلز خد الشنطة تاني وفي ست وصلت تضرب جارير وتقوله انه شيء مش طبيعي وده خلاه يتفصل من بديله وفي البيت جارير كان بينزف وحاول يخرج من قط بس وقع في الممر الحمد لله ماجي لقيته نادة الاسعاف وبعد شوية مايلز صحي واكتشف ان المتنبي ورجالته في بيته وبيدوروا على السلاح والمتنبي عاوز يعرف السلاح ده جمنين فمايلز اعترف انه ما عندوش فكرة حد ما جهول كان بيكلمه بتليفونات يرميها ويدفع له علشان يستخدم السلاح بس ده كل اللي يعرفه وبعد شوية الاخبار اعلنت ان المتنبي شاف الهليكوبتر اللي وقعت على انها هجوم شخصي على الدريدز واعلن ثورة ضد مجتمع البدائل في المستشفى جارير كمان صحي وعرف من اندرو ان توقف عن الشغل جارير اتعصب وخرج من المستشفى وقابل بيترز بس وهم مشيين بدأ يحس بدوخة شكلها كانت اعراض جانبية من استخدام البديل لفترة طويلة بيترز حاولت تجيب له بديل جديد بس الموديلات العشوائية دي ما كانتش حاسة صح جارير قرر يروح لمستعمرة البردز وتسمح له يدخل بجسمه الحقيقي وهو بيبص حواليه اتضايق لما شاف بديله مصلوب كمان عرف ان مايلز مات فحضر الجنازة والمتنبي ادى خطبة وفكر الكل ان الموت ده علامة على الانسانية الحقيقية واللي مش موجودة عند الروبوتات وبعد الجنازة جارير حاول يقرب من المتنبي بس رجالته ضربوه والمتنبي فكروا ان الاحساس بالقلم ده هو التجربة الانسانية الحقيقية ولما جارير سأل عن السلاح المتنبي ضحك ورد بسخرية وده خلى جارير يمشي بعدين المتنبي دخل كاروزانه وكشف ان السلاح مستخبي تحت الارضية وفي نفس الوقت جارير يتركب بواسطة بديل تاني اللي يونيل واللي شرح انه بيستخدم موديل جديد علشان حياته في خطر وجارير قال له ان اللي قتل جارد اتقتل عن طريق المتنبي وحكى قصته ابنه مات في حادثة عربية وما فيش حاجة اسوأ في الدنيا من ان الاب يعيش اكتر من ابنه ليونيل قال ان لو لقوا السلاح جامنين هيكتشفوا من اللي بيحاول يقتله ما كانش ممكن يكون جامن الدريدز لان ما عندهمش اي موارد يجيبوا بها سلاح او حتى يصنعوه ولما جارير رجع البيت لقى ماجي عاملة حفلة جامدة مع اصحابها وخدها على جنب واتخانق معها علشان كان عايز يشوفها هي الحقيقية مش البديل اللي بيعيش في المتعة ماجي قالت انها تغيرته ماينفعش تعمل كده وهو خارج جارير يتعصب وضرب واحد من اللي في الحفلة لحد ما شاف المعدن تحت الجلد المزيف وبعد ما جارير مشي بديل ماجي راح يبصه على الجسم الحقيقي على الكرسي وماجي شالت ان الضارة وعيطت جارير رجع للمقر وعرف ان الفي اس اي عملت عقد سلاح مع الجيش بس العقد اتفسخ والسبب مصنف وبالليل بديل دخل بيت بيترز يتفقد كل سجلات الكرسي وعرف عن برنامج بوبي اللي يقدر يقفل كل البدائل بعدين ضرب بيترز كذا مرة قبل ما ياخد نظامها ويوصله بشخص جديد وفي المقر بديل بيترز جاهز يتحرك وتاني يوم جارير قابل العقيد تاني ووريا صورة السلاح العقيد اعترف ان ده السلاح اللي الجيش طلبه بس كل النمازج المفروض اتدمرت بعد ما اكتشفوا انها بتقتل الناس اللي وورا البدائل كمان ولما جارير قال ان الدريتز عندهم السلاح العقيد اعلن ان الجيش هيكون مسؤول عن استرجاعه وفي منطقة الدريتز المتنبي ادى السلاح لرجالته وامرهم يدول بيترز بعدين جارير حاول يتكلم مع ماجي عن علاقتهم وعن فقدان ابنهم ماجي اديقت وقالت انها عايشة النهاردة بفضل البديل واللي بيوفر لها هروب من الحياة الحقيقية ولما جارير اصر يحاول يتناقش في الموضوع ماجي افلت بديلها والحقيقية اخدت دواء وبعد شوية الجيش دخل منطقة الدريتز علشان يسترجع السلاح والناس يناكت لخبطه وجيري واستخبه والمتنبي ورجالته حاولوا يهربه بس اتحاصروا من خلال الجنود والطرفين ففحوا النار على طول بس الجيش كان عنده رجالة واسلحة اكتر فمجموعة المتنبي اتغلبت بسرعة والمتنبي ده اتضرب في العملية ولما الجنود قربوا منه اتصدموا لما شافوا انه بديل وطلع ان ليونال كان بيتحكم في المتنبي طول الوقت وفي نفس الوقت جارير قابل بيترز واللي قالت له ان مايلز يتوظف عن طريق اندرو علشان يقتل ليونال وجارير على طول رحل المقر علشان يواجه اندرو واستنتج ان الفي اس اي ادت له السلاح علشان يقتل ليونال بسبب حركته ضد البدائل ولما اندرو بص بعيد جارير طعنه في دماغه من وراء وخلى البديل يتقفل بعدين جارير فحص كمبيوتر اندرو وحمل كل المعلومات المتعلقة بالمؤامرة وجارير خارج المبنى اندرو الحقيقي يكلم بعملاء التانين وقال لهم يقبضوا على جارير بتهمة الاعتداء بعد كده جارير قابل بيترز في عربتها من غير ما يشك ان فيه شخص جديد وراء البديل جارير شرح ان ملفات اندرو كشفت ان ليونال بيمول الحركة ضد البدائل وانه لقى الاكواد اللازمة علشان يشغل السلاح الخاص بيترز كلمت المقر تقول لهم فين يلاقوا جارير وفجأة عربية خبطتهم وخلت العربية تطلع بره الطريق وبيترز ماشي بالسلاح والاكواد جارير جري وراها وبدأت مطاردة عنيفة وتسببت في حوادث كتير وضمار في الشوارع وجسم بيترز البديل خلاها تتفادى الحاجات بنطات مذهلة وجارير في الاخر خبط في محل فبيترز قدرت تهرب وبعد شوية مجموعة من عملاء الـ FBI جوم يدوروا على جارير فاستخبى وتسلل علشان يسرق عربية بعدين كلم بوبي وطلب منه يقف البديل بيترز بس كان متأخر بيترز وصلت له الأول وكلبشت بوبي ودلوقتي بيترز بتحاول توصل لكل شبكة البدائل باللحظة دي أندرو لقى بيترز وحاول يخليها تفهم بس عارف ان اليونال هو اللي بتحكم فيها أندرو اليائس حاول يقنع اليونال ان البدائل كويسة للإنسانية بس اليونال كان عايز الناس تعيش زي البشر الحقيقيين وضرب السلاح علشان يقتل أندرو على سبيل الانتقام لموت ابنه بعد كده بيترز بدأ يرفع فيروس لشبكة البدائل ناوي يقتل كل واحد بيستخدم واحد وبعد لحظات جارير اقتحم بيت اليونال وضرب الحراس البدائل علشان يدخل بالعافية ودور في البيت وفي الآخر لقى باب سيري دخل منه ولقى أوضى مليانة بالبدائل ومن ضمنهم المتنبي واللي قتل بيترز اليونال كان قاعد على كرسي متحرك ومسك مسدس على جارير وقال له أن الناس اللي جوه البدائل أصلا ميتين فهو بيعمل خير للإنسانية والكمبيوتر أعلن أن رفع الفيروس خلص فليونال ارتاح وقضى على نفسه بمادة كيميائية بعدين جارير شال ليونال من على الكرسي واتصل ببديل بيترز اللي على طول كلم بوبي واللي اداله التعليمات علشان يوقف الفيروس وكان فاضل ثانية واحدة بقية لكن جارير قدر يقطع الإرسال بسرعة وينقذ كل المستخدمين للبشر بس الفيروس لسه واصل للبدائل وكان هيدمرهم كلهم فبوبي كان عايز يعلم جارير إزاي يوقف ده كمان بس جارير سمح بكده علشان العالم يتحرر من البدائل وأول ما الفيروس اشتغل واحد من الـ FBI جاء وضرب بديل بيترز البدائل في كل العالم أفلت ووقعت ومالت الشوارع والعمارات بالروبوتات الجامدة جارير خرج من بيت ليونال وشاف الناس بتطلع مشوشة ومش فهم حاجة وأول ما وصل البيت جارير حضم ماجل حقيقية أخيرا والأخبار قالت إن البدائل ما بقش تشتغل بس ما حدش تأزى فدلوقت البشرية لازم تتعود تعيش من تاني ودي كانت نهاية الفيلم ونتقابل في تلخيصة جديدة وشكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر